بعد كده ندخل على برج الجدي الجدي ترابي ترابي يعني من سلسلة ده آخر برج ترابي الجدي بقى شخصية قيادية جدا 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 طبعا سيادة الرئيس محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر برج الجدي فتخيالي بقى تحسين هو برج وقور راسي هادي هادي محبش الكلام كتير بس يعني هو من الأبراج برضو من زي الأسد يعني الاثنين شخصيات قوية جدا الأسد بيقعد يقول أنا هو الجدي عارف قيمة نفسه بس ما تكلمش عن نفسه بس ممكن ما يتفقوش مع بعض خالص يعني أنا ما بلطخش ابني أسد والتاني جدي لا ما بوش طول الوقت نقر ونقير اه وكل واحد مقتنع أنه هو الجدي واثق في نفسه جدا وهو زكي يعني الجدي زكي جدا وبيشتغل في صمت الجدي ده محبش تكلم كتير ولا يحب الناس تتكلم كتير وما بيحب والجدي من نوع ما بيعرفش يعبر عن شعره دي برضو عيب من أبراج عيوب الأبراج الترابية هو يعبر عن شعره بالأفعال مش بالأقوال يعني ما يعودش يقولك وحشتين ما يعرفش يقول كده بحبك بس تلاقيه مثلا يجيب لك انت احتاجته هتلاقيه جنبك جدا هتلاقيه بيعمل لك حاجات بيقولك أن أنا بحبك بالضبط سابورتف جدا بيعشق شغله يعني أنجح الأبراج اللي هتلاقهم رجال أعمال مكحين جدا وشاطرين جدا في شغلهم عشان هما ناس طموحة بورج الجدي الجدي تلاقيه شغله رقم واحد في حياته عشان كده الستر اللي متجوزة بورج الجدي يبقى نصحها دايما تبقى هي ما تنافسش شغله هو شغله ده هدف أساسي في حياته الجدي من الأبراج اللي هتحبش طغير كتير يعني هو برضه من الأبراج تحس أنه عنده طريقته كده ماشي فيها ما بيحبش حتى أكله ما بيبيكي قوي برضه على فكرة الجدي ما بيصقش في النس بسهولة وصعب تضحك على بورج الجدي يعني بورج الجدي ده ما ينفعش تضحك عليه إنه زكي قوي وهيلقطها بيعرف يقرأ الناس كويس يعني يعيوبه بقى إنه هو عملي زيادة عن اللزوم مش رومانسي مثلا يعني بس حنين جدا على فكرة ويكسف يبين حنيته يعيوبه كمان بورج الجدي إنه هو ممكن يكون سنة بيحب الفلوس شوي يعني عنده بقى تحقيق شغله فعايز ننكع فعايز يعمل فلوس بس هو مش بخيل عمر يمقول على بورج الجدي بخيل خالص عشان أخويا جدي وجوز أختي جدي اللي هيرا عنده لكلها هو جدي بس هما بس عشان كده بس يا جماعة والله مش قول دي حاجة يا جماعة بيعاية لا بس هما يعني عندهم عندهم ماني مانيشمنت هقول ماني مانيشمنت يعني بيعرف يعملوا فلوس كويس يعرفوا يدخروا ويعملوا بزنس هما شاطرين في الموضوع ده بس عندهم عمليين يعني ده حاكك على حاجة أختي عزراء وجوزها جدي عمر وإسراء فهما جابوا بنت بيبي يعني بنت يعني لا روح حبيبتي فراحوا يشتروني حاجات البيبي بقى وتخيالي أول بيبي ليهم هما عمليين قوي الاثنين دكتورز فمريخ اشترينا أنظف أنواع الحاجات بعد كده ما روحنا اكتشفنا من كتر ما احنا عمليين جبنا الكالرز أزرق وهي بنت أصلا هما مفكروش بقى عارفانتي الشو بقى هما دوروا على القياسات بتاعت الحاجة ان هما يجيبوا أحسن حاجة بغض نظر عن الألوان يعني فهما بيقولوا عدنا نضحك للمرة واحدة